السلام عليكم وزير التعليم العالي أماكن شاغرة بكليات حقوق وتربية وآداب بالمرحلة الثانية أعلن الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبي في كليات التربية تعليم ابتدائي والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والآداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة وأضاف وزير التعليم العالي أنه من الملاحظ انخفاض الحد الأدنى بالنسبة لطلاب الشعب العلمية عن العام الماضي نظراً لزيادة نسبة النجاح هذا العام ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكتروني بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السري للتعرف على النتيجة إلكترونياً وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الاثنين اثنى عشر أغسطس بإتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونياً واستمرت حتى مساء يوم الجمعة ستة عشر أغسطس وفقاً للجدول الزمن للمرحلة وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمية علوم ثلاثة 171 درجة في أكثر بنسبة 90.48% بإجمالي وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية ثلاثة 157 درجة فأكثر بنسبة 87 0.7% كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد